اعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية اعرب عن عظيم الفخر والاعتزاز بالنهج الديمقراطية الذي اسسه جلالة الملك المفدى ومبادئه المتقدمة لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية منذ انطلاق المسيرة الاصلاحية الشاملة بقيادة جلالته واكد ان الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين لتطوير مسيرتها الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية اصبحت موضع اشادة وتقدير على المستويين الاقليمي والعالمي وثمن معاليهما اتخذته المملكة لاتاحة المجال امام جميع الكفاءات الوطنية المخلصة للاسهام في البناء الوطني وارساء اسس الديمقراطية واحترام حقوق المواطن وحرياته السياسية كما اكد على ان ترسيخ وتعزيز النهج الديمقراطي الذي واكب مسيرة السلطة التشريعية منذ العام الفين واثنين بدعم من لدى جلالة العاهل المفدى عزز وساند دور مجلس الشورى ومنحه الصلاحيات التي مكنته من خدمة الوطن والمواطنين وتحديث منظومة التشريعات الوطنية معاهدا جلالة الملك المفدى على مواصلة العمل بكل امانة ومسئولية لترسيخ وتعزيز اسس الديمقراطية ترجمة نانسي قنقر